إلى جانب الضرر الذي لحق الشراكة المغربية الإسبانية تظهر قضية المدعو غالي أولاً أن إسبانيا اختارت من جهة بين مواطنيها ضحايا جرائم بشعة ومن جهة أخرى بين مجرم مسؤول عن مقتل العشرات من الإسبان وكذا عن جرائم اغتصاب وتعذيب وحالات اختفاء يتعين على إسبانيا بداية أن توضح لرأيها العام قبل أن توضح للمغرب الظروف والملابسات والتواطؤات التي أفضت إلى دخول هذا الشخص إلى التراب الإسباني بشكل احتيالي وبوثائق مزورة وهوية منتحة من حق الإسبان معرفة ذلك خاصة وأن السلطات والطبقة السياسية بإسبانيا تدرك أنه متابع من قبل مواطنين إسبان لدى محاكم إسبانية ومن أجل جرائم ارتكب عدد منها في إسبانيا يتعين إجراء تحقيق نأمل أن يكون شفافا لتسلط الضوء على كافة ملابسة هذه القضية هذا التحقيق قد يكشف عن العديد من المفاجآت لسيما تواطؤ وتدخل أربعة جنرالات من بلد مغاربي هذه المعلومة قد تفاجئكم بل وقد تكون صادمة للرأي العام الإسباني لكن لا تتفاجأ فكما تعلمون الأجهزة المغربية تعد من بين الأكثر كفاءة سيتم الكشف عن المزيد من المعطيات في الوقت المناسب عندما كشف المغرب منذ 19 أبريل عن وجود المدعو غالي في إسبانيا شكك الكثيرون بما في ذلك وسائل الإعلام والسلطات شككوا في صحة هذه المعلومة قبل أن يتم تأكيدها بعد 24 ساعة من ذلك قبل أن تتفاجئها 24 ساعة من ذلك ترجمة نانسي قنقر